الوجه طبعاً الوجه كلامة أئمة المذاهب فيه يعني كثير هذا محمد بن حسن الشيباني رحمه الله يقول المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفاً طيب موضوع الوجه والكفين للشابة الوجه فتنة ولذلك كيف تكشف وهي شابة وجهها يعني أجمل ما فيها وجهها كيف الخاطب يعرف المرأة في جمالها النظر إلى الوجه ولأنها تحتجب يذهب إلى بيتها ويطلب النظر وللو مكشوفة في الشوارع ما احتاج الخاطب يذهب خلاص هي إذا صارت في الشارع رأاها فهو يذهب إليها ويطلب النظر إليها طيب علماء ماذا قالوا في قوله تعالى وَقُلِّ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا فَاسْرَوا بَعْضُهُمْ بِي الكُحل والخاتم زينة الكف لكن هذه الزينة فتفتن أيضاً تفتن أيضاً ولذلك فإن الزينة سواء كانت الأصلية أو الإضافية المرأة تغطيها فلا تظهر خلاخل وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَةِهِنَّ